لا شك أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفعت كييف نحو تقوية علاقتها مع الدول الأوروبية والمطالبة بالانضمام للنيتو والاتحاد الأوروبي وإن بدت فكرة عضويتها بالحلف العسكري أكثر الحاحل إلا أن انضمامها للتكتل الأوروبي سيدمن صمودها ودفع التزامات مالية شهرية تقدر بخمس مليارات يورو انضمام أي دولة لهذا التكتل الإقليمي يعني بالضرورة تنازلها عن جزء من سيادتها الوطنية لصالح مؤسسات الاتحاد في صنع القرار لكن استمرار الحرب يطفي غموضاً على أبعاد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وسيادة الوطنية البقية لدى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع هذا الغموض انعكس في تباين ردات الفعل داخل أعضاء التكتل حول واقعية فكرة عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي إذ رأت ألمانيا وفرنسا أنه لا توجد طرق مختصرة للالتحاق بالاتحاد وأن العملية قد تستغرق عقوداً ولا يمكن إعطاؤها الأفضلية على المتقدمين الحاليين إيطاليا المتعثر اقتصادياً أبدت دعمها للفكرة في حين شككت الدنمارك بقدرة أوكرانيا على تحمل التزامات العضوية وإنشاء اقتصاد سوق فعال قادر على المنافسة وخلافاً للآراء المعارضة وجدت رئيسة المفوضية في طلب انضمام أوكرانيا مسألة أخلاقية قبل أن تكون استراتيجية أما القيادة الأوكرانية المحبطة من الطعاط الأوروبي في المسألة فقد اتهمت دول الاتحاد بقصر النظر الذي دفع بوتين إلى التمادي كالرمح الناوي العربية